الآن سنتابع حديث الحارس الذي أيضا اليوم انقضى مرماه وهو الحارس العماني علي الحبسي الذي أيضا أبدى روح الرياضية جميلة وشكر الجماهير على حضورها وحتى أنه أهدى قميصه إلى أحد الجماهير قبل بداية المباراة تحية خاصة لكم وتحية للجمهور السعودي اللي هو عزيز علينا وأحب أقدم كل الشكر والتحية على الاستقبال الأجمل من رائع من الجمهور السعودي خصوصا من خارج الملعب وفي الملعب أول شيء الحمد لله رب العالمين أعتقد أنها كانت نقطة جدا مهمة بالنسبانا أكيد مذنما تضطلت إحنا في المرتبة الثالثة بس أهمية هذه النقطة بالنسبانا أكثر من أهميةها للمنطقة السعودي خصوصا المنطقة السعودي راح يقابل إستراليا في إستراليا بغض النظر بإستراليا يمكن والكل يعرف سواء الأنت أو المحللين يتمنى إستراليا أن المنطقة السعودي يطلع من هذه المراحل عشان ما يكون له عقدة أو حساباته خاصة في التصفيات الثالثة المنطقة السعودي متخب كبير وأعتقد وجوده في التصفيات النهاية راح يكون أهم من المنطقة السعودي أن يكون المنطقة السعودي بس الحمد لله لعبناها مباراة كبيرة كان تركيز جدا عالي خصوصا من اللعبين اللي هم الصغار السنين اللي ترحلوا من المنطقة الأولنبي تقريبا اليوم خمس وجوه جديدة صحيح مباراة منتخب أسترالي وهذه كسبنا أربع نقاط يعني عادتنا للحسابات مرة ثانية أكيد لو تيجي نفس الشيطرة المنتخب التايلندي فرح يدخل في الحسابات يعني في هذه المسألة المباراة القادمة بس من هذا كل الأهمية أننا راح نلعب بين أرض موجة مهورة وهذا يمكن البطاقة الأهم من هذا ما كان يردد قبل هذه المباراة هو تركيز على غياب كانو وحديد هذا الأمر إلى أي مدى يمكن نساعدكم في مضاعفة العطاء ثاني شيء كيف استطعتم التعادل مع المنتخب السعودي اليوم نشوف يمكن غياب أحمد حديد وكانو أعتقد أكيد يعني غيابات جدا مهمة بالفريق بس مثل ما تفضلت وقلت لك أن الأهم من هذا كله أن الوجوه الجديدة الشابة اللي دخلت من منتخب الأولمبي خصوصا يمكن علي الجابري اليوم أول مباراة العامة مع المنتخب الأول وقدم مباراة جدا كبيرة أعتقد غطى المسؤولية كانو في الفريق وهذا الحاجة المهمة بالنسبة لنا وهذا المكسب الكبير أعتقد من منتخب عمان أنه يمكن الجمهور العماني والصحافة في المباراة الثلاثة الأولى ضغطت علينا كثير وكنا تحت ضغط كبير كبير خصوصا أنك تعدنا من منتخب السعودي وخسارة متتالية مع تايلند ومع أستراليا بس المدرب أعتقد التعامل بطريقة جدا مميزة ويعني له كريديت خاص كخبرة استطعت صد كرة ناصر الشمراني ربما كانت الأبرز في المباراة ربما كانت ستمنح المنتخب السعودي هدف والله شوف يمكن مثل ما تفضلت يمكن الهجوم من المنتخب السعودي يمكن يخلص لك من أي فرصة بغض النظر عن المستوى الذي يقدمه في المباراة لكن كانت أعتقد هي نقطة تحول في المباراة أشكر الله سبحانه وتعالى على أن قدرت أن أخلص هذه الحرصة الحمد لله سبت مع بلا كبير كيف يكون الحبس؟ والله إن شاء الله أتمنى يعني مع بلا كبير أتمنى أن يكون الشباك نظيفة مثل ما كانت الشباك نظيفة مع أستراليا ومع منتخب السعودي الشقيق ترجمة نانسي قنقر